يستعد الاتحاد الأوروبي اليوم لطرح حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا إلى جانب تشديد العقوبات المفروضة بالفعل بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن المصادر القول إن حزمة العقوبات الجديدة تستهدف الذهب الروسي وتضيف مزيدا من القيود التجارية على الآلات فضلا عن إدراج أكثر من خمسين شخصا وكيانا روسيا في القائمة وإذا طلبوا إقرار حزمة العقوبات الجديدة موافقة جميع الدول الأعضاء في التكتل حيث تشير تلك المصادر إلى أن الاتحاد الأوروبي يسعى لتبني تلك العقوبات الأسبوع المقبل